بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم وتسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ معاذ القرعاوي بمشيئة الله نسأكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الثالث الابتدائي واليوم يا مبدعين هو استكمال وامتداد للدرس الماضي الكسور كأجزاء من مجموعة بارك الله فيكم جاهزين يا مبدعين؟ أسعدكم الله نتذكر مع بعض بارك الله فيكم فكرة الدرس كتابة الكسور كأجزاء من مجموعة أشياء وقراءتها ولكن قبل أن ننطلق بارك الله فيكم في درسنا نبغى نربط درس اليوم بارك الله فيكم أو الدرس الماضي ودرس اليوم بالدرس السابق بارك الله فيكم أخذنا بارك الله فيكم الكسور كأجزائم من الكل أسعدكم الله وأخذنا كذلك في الحصة الماضية وحصة اليوم الكسور كأجزائم من مجموعة انظروا معي يا مبدعين الآن لدينا هنا أسعدكم الله لدينا هذه الدوائر كم دائرة ملونة باللون الأزرق هاي مبدعين واحدة اثنتان ثلاثة ثلاث دوائر ملونة باللون الأزرق بارك الله فيكم الآن كم دائرة بارك الله فيكم غير ملونة بالأزرق واحدة فقط صح ولا لا طيب بارك الله فيكم أنا لو أسألكم أقولكم ما هو الكزر الذي يمثل الدوائر الملونة باللون الأزرق ماذا ستقولون بارك الله فيكم هيا مبدعين أسعدكم الله ثلاثة دوائر الملونة باللون الأزرق من بارك الله فيكم من أربعة وأربعة ماذا تعني هنا جميع الدوائر بارك الله فيكم سواء كانت الملونة بالأزرق أو غير الملونة بالأزرق وهذا إضاحة وفكرة بسيطة لدرسنا بارك الله فيكم اللي هي الكسور كأجزاء من مجموعة نلاحظوا أن هذا الكسر بارك الله فيكم مثلنا الأجزاء الملونة بالأزرق من مجموعة الدوائر صح أو لا؟ بارك الله فيكم إذن أستطيع أن أقول هذا الكسر هو بارك الله فيكم ثلاثة على أربعة بارك الله فيكم طيب يا مبدعين خلونا ننتقل بارك الله فيكم إلى الدرس الذي سبقه الكسور كأجزاء من الكل بارك الله فيكم لدينا دائرة واحدة فقط دائرة واحدة فقط مقسمة إلى كم قسم بارك الله فيكم أربعة أقسام بارك الله فيكم أنا لو أبغى أمثل نفس الكسر بارك الله فيكم ثلاثة أربع أريد أن أمثل بارك الله فيكم هنا في هذه الدائرة ماذا أفعل بارك الله فيكم هذه الدائرة مقسمة إلى أربعة أقسام وهو ما أشار إليه المقام طيب كم جزء ظلل يا مبدعين ثلاثة أجزاء بارك الله فيكم لماذا؟ لأن البسط هنا ثلاثة أسعدكم الله إذن أقوم يا مبدعين بتضليل أسعدكم الله ثلاثة أجزاء باللون الأزرق بهذا الشكل أسعدكم الله ثلاثة أجزاء نظللها يا مبدعين هذا الجزء الأول بارك الله فيكم ظللناه الآن بهذا الشكل طيب بارك الله فيكم بعد ذلك أضلل الجزء آخر بارك الله فيكم أحتاج أن أضلل كم جزء يا مبدعين؟ قلنا ثلاثة أجزاء بارك الله فيكم إذن هذا الجزء الثاني وهذا الآن الثالث نبدأ بتلوينه بهذا الشكل أسعدكم الله بارك الله فيكم الآن نكون ضللنا ثلاثة أجزاء في نفس الدائرة صح أو لا يا مبدعين؟ أسعدكم الله إذن يا مبدعين نستطيع من خلال هذه الفكرة أن يتضح لنا الفرق بين درس الكسور كأجزاء من الكل والكسور كأجزاء من مجموعة بارك الله فيكم واضح يا مبدعين؟ أسعدكم الله هذه فقط للتذكير أسعدكم الله الآن نكمل بارك الله فيكم درسنا الكسور كأجزاء من مجموعة أخذنا هذا النشاط بارك الله فيكم واستعرضنا فيه مجموعة من الأسئلة قمنا بحليها تذكرنا يا مبدعين كانت الفكرة منها أن سوضح أسعدكم الله الكسور كأجزاء من مجموعة بعد ذلك أخذنا هذا المثال بارك الله فيكم ما الكسر الذي يمثل عدد العصافير التي تقف على الشجرة وقلنا أن نستطيع أن نمثلها بقطع العد ثلاثة قطع عدد باللون الأصفر وهي تمثل بارك الله فيكم العصافير أو الطيور التي تقف على الشجرة وقطعها باللون الأحمر وهي تصف الطيور التي تحلق إذن نستطيع أن نقول أن العصافير التي تقف على الشجرة يمثلها الكسر ثلاثة على أربعة بارك الله فيكم بعد ذلك استعرضنا المثال الثاني ما الكسر الذي يمثل عدد العصافير التي تطير فوق الشجرة و قلنا أن هناك عصفور واحد يحلق من أربعة عصافير إذا نستطيع أن نكتب الكسر واحد على أربعة ككسر يمثل هذه العصافير بارك الله فيكم الآن يا مبدعين سنقوم باستكمال حل التدريبات معكم جاهزين يا مبدعين؟ أسعدكم الله سأقرأ لكم السؤال سأعطيكم برها من الوقت بسيطة تحلون السؤال و من ثم نعود لحله مع بعض جاهزين يا مبدعين؟ بارك الله فيكم السؤال يقول أسعدكم الله أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء ثم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء السؤال السادس تفضلوا يا مبدعين أسعدكم الله هيا يا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم يلا الآن نبدأ بارك الله فيكم بالطلب الأول أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء كم عدد القطع الصفراء هنا يا مبدعين؟ هيا يا أبطال بارك الله فيكم واحد اثنان ثلاثة ثلاثة إذن لدينا ثلاث قطع صفراء طيب بارك الله فيكم عدد جميع القطع بارك الله فيكم كم بارك الله فيكم عددها جميعا كم ستة بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن نستطيع أن نقول أن الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء هو كم يا أبطال نكتب في الجزء العلوي ماذا أسعدكم الله عدد الأجزاء الصفراء كم عددها ثلاثة طيب عدد جميع الأجزاء كم يا مبدعين ستة بارك الله فيكم إذن أكتب الستة في المقاب إذن الكسر ثلاثة على ستة أو أقرأه ثلاثة أسداس هو الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء في هذا السؤال بارك الله فيكم الآن ننطلق إلى الجزء الثاني من السؤال ثم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء يا مبدعين كم عدد الأشياء غير الصفراء يا مبدعين هنا هيا أبطال نغير اللون فقط حتى يتضح واحد اثنان ثلاثة إذن لدينا ثلاثة أشياء غير صفراء هاي مبدعين إذن أجي أكتب هنا بارك الله فيكم الجزء العلوي ماذا أكتب فيه بارك الله فيكم عدد الأشياء غير الصفراء هو ثلاثة طيب في المقام ماذا أكتب يا أبطال عدد جميع الأشياء كم عددها كلها ستة أسعدكم الله إذن كذلك بارك الله فيكم ثلاثة على ستة يمثل بارك الله فيكم الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء وأستطيع أن أقراه كذلك ثلاثة أسداس بارك الله فيكم سألوني صعبة مبدعين أبنائي وبناتي أسعدكم الله الآن ننتقل إلى السؤال التالي بارك الله فيكم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء ثم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء السؤال السابع تفضلوا يا مبدعين هيا يا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله الآن نريد الجزء الأول من السؤال أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء كم عدد الأشياء الصفراء هنا بارك الله فيكم فقط هذا الشيء هو الذي باللون الأصفر إذن لدينا قطعة واحدة باللون الأصفر صح؟ ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم طيب كم عدد جميع الأشكال بارك الله فيكم التي أمامنا نعدها مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عدد جميع الأشكال كم؟ سبعة بارك الله فيكم إذن أكتب الآن الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء هو البسط ماذا أكتب فيه؟ عدد الأشياء الصفراء كم عددها؟ واحد بارك الله فيكم المقام ماذا أكتب فيه بارك الله فيكم؟ عدد جميع الأشكال كم عددها؟ سبعة بارك الله فيكم إذن أكتب سبعة أسعدكم الله إذن الكسر الذي يمثل عدد الأشياء صفراء هو سبع بارك الله فيكم أو واحد على سبعة الآن الجزء الثاني من السؤال ثم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء عدد الأشياء غير الصفراء كم عددها بارك الله فيكم عدد الأشياء غير الصفراء دعونا نعدها يلا يا مبدعين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هل تبقى شيء؟ لا فقط هذه الأشياء غير الصفراء إذن عددوها ستة بارك الله فيكم إذن أستطيع أن أكتب هنا الكسر الذي يمثل الأشياء غير الصفراء هو أكتب في البسط ماذا؟ ستة بارك الله فيكم المقام ماذا أكتب فيه؟ عدد جميع الأشكال كم عدد جميع الأشكال؟ سبعة بارك الله فيكم إذن أكتبها بهذا الشكل إذن ستة على سبعة أو ستة أسباء هو الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء سهلا يا مبدعين بارك الله فيكم أسعدكم الله ننتقل الآن إلى السؤال التالي يا مبدعين بنفس الفكرة أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء ثم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء السؤال الثامن يا مبدعين تفضلوا أسعدكم الله ترجمة نانسي قنقر هيا يا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله يلا يا مبدعين كم عدد الأشياء الصفراء هنا بارك الله فيكم؟ واحد اثنان ثلاثة عندنا ثلاثة أكواب باللون الأصفر طيب كم عدد جميع الأكواب هنا؟ هيا يا مبدعين كل الأكواب خمسة أكواب يا مبدعين إذن نستطيع أن نكتب الكسر الذي يمثل الجزء الذي بالأصفر هو ثلاثة على كم يا مبدعين؟ على خمسة بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن ثلاثة على خمسة أو ثلاثة أخناس هو الجزء أو الكسر الذي يمثل عدد الأشياء باللون الأصفر الآن يا أبطال الجزء الثاني من السؤال أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء غير الصفراء كم عدد الأشياء غير الصفراء يا مبدعين؟ لدينا هنا واحد اثنان اثنان فقط إذن أستطيع أن أكتب غير الصفراء هو اثنان على كم يا أبطال؟ على خمسة بارك الله فيكم و أسعدكم الله سألوا لصعب يا مبدعين بارك الله فيكم و أسعدكم الله الآن ننتقل للسؤال التالي يا مبدعين ما الكسر الذي يعبر عن عدد المخلوقات الحية عدد المخلوقات الحية في مجموعة الأشياء المجاورة؟ لدينا هذه المجموعة قلم و نبتة بارك الله فيكم و سلحة فاة أسعدكم الله هل تستطيعون تحددون يا مبدعين الكسر الذي يعبر عن عدد المخلوقات الحية تفضل و بارك الله فيكم هاي يا مبدعين سؤال سهل المطلوب أن أذكر الكسر الذي يعبر عن عدد المخلوقات الحية في مجموعة الأشياء هنا مجموعة أشياء بارك الله فيكم القلم هل هو مخلوق حي؟ لا بارك الله فيكم جماعت صح ولا لا طيب النبتة ما رأيكم يا مبدعين؟ مخلوق حي أسعدكم الله السلحفاء مخلوق حي أسعدكم الله إذن عدد المخلوقات الحية كم يا مبدعين؟ اثنان أسعدكم الله وإذن وعدد جميع الأشياء كم بارك الله فيكم؟ ثلاثة إذن أستطيع أن أكتب الكسر بهذا الشكل أسعدكم الله في الجزء العلوي البسط عدد المخلوقات الحية كم؟ اثنان طيب عدد جميع الأشياء بارك الله فيكم ثلاثة إذن أضعها في المقام إذن أستطيع أن أقول الكسر الذي يعبر عن عدد المخلوقات الحية في مجموعة الأشياء هو اثنان على ثلاثة أو ثلثان أسعدكم الله أبنائي و بناتي الآن أنتقل معكم إلى هذا السؤال بارك الله فيكم توجد ثلاث علب دهان حمراء و خمس علب خضراء ما الكسر الذي يمثل عدد العلب الحمراء يا مبدعين وهذا سؤال سهل راح أناقش معكم و أبغاكم تحلوا معي يلا يا مبدعين توجد ثلاث علب دهان حمراء و خمس علب خضراء بارك الله فيكم المطلوب هنا أسعدكم الله ما الكسر الذي يمثل عدد العلب الحمراء كم عدد العلب الحمراء هاي مبدعين ثلاثة أسعدكم الله خلونا نوضحها هنا فقط أسعدكم الله نأخذ لون آخر يوضح لنا ثلاثة وهنا خمس علب خضراء إذن أسعدكم الله عددها العلب الحمراء ثلاثة بارك الله فيكم وعدد العلب الخضراء خمسة السؤال ما الكسر الذي يمثل عدد العلب الحمراء إذن عدد العلب الحمراء كم ثلاثة إذن أضعها في البسط المقام ماذا أضع فيها هل أضع فيها العلب الخضراء لا أضع فيها عدد جميع العلب سواء الحمراء أو الخضراء بارك الله فيكم إذن ثلاثة زائد خمسة كم يا مبدعين ثمانية أسعدكم الله إذن هذا الكسر بارك الله فيكم والكسر الذي يمثل عدد العلب الحمراء هو ثلاثة على ثمانية أو أقرأه ثلاثة أثمان أسعدكم الله يا مبدعين الآن ننتقل إلى هذا السؤال سؤال جميل جدا وبسيط بارك الله فيكم الخيول العربية معروفة بجمالها وسرعتها وغلاء ثمنها السؤال هنا يا مبدعين يقول هناك خمسة خيول بنية خمسة خيول بنية وثلاثة سوداء أكتب المطلوب هنا بدأ يطلب أكتب الكسر الذي يمثل عدد الخيول السوداء سؤال سهل يا أبطال صح أو لا؟ بارك الله فيكم كم عدد الخيول السوداء؟ ثلاثة إذن أضعها في البسط بارك الله فيكم بهذا الشكل المقام ماذا أضع فيه؟ هل أضع الخيول البنية؟ لا أضع عدد جميع الخيول البنية والسوداء خمسة زائد ثلاثة كم يا أبطال؟ ثمانية إذن أضع ثمانية هنا إذن إجابة هذا السؤال هو ثلاثة على ثمانية أو ثلاثة أثمان أسعدكم الله يا مبدعين الآن السؤال التالي سؤال رقم 12 بارك الله فيكم في مزرعة حصانان ومهر في مزرعة حصانان ومهر بارك الله فيكم أكتب الكسر الذي يمثل عدد الخيول التي ليست أمهارا هيا أبطال عدد الخيول التي ليست أمهارا يا مبدعين كم لدينا؟ لدينا حصانان ومهر إذن المطلوب أن أكتب الكسر الذي يمثل عدد الخيول التي ليست أمهارا ما هي؟ بارك الله فيكم الحصانان بارك الله فيكم إذن لدينا حصانان أسعدكم الله إذن أضعها أسعدكم الله بهذا الشكل حصانان وبارك الله فيكم وضعناها في البسط وعدد جميع هذه الخيول التي في المزرعة كم يا أبطال؟ ثلاثة حصانان ومهر إذن عددها ثلاثة إذن اثنان على ثلاثة هو إجابة السؤال الثاني عشر أسعدكم الله الآن يا أبطال يتبقى لدينا مجموعة من التدريبات ما فائدة هذه التدريبات وكثرتها بارك الله فيكم أن نتدرب أكثر وأكثر حتى نسق المهارتنا إذن سأترك لكم السؤال رقم ثلاثة عشر وما يليه من أسئلة حتى تتدربون عليها يا مبدعين حتى تسقلوا مهارتكم في هذا الدرس صح ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم إلى هنا أختم درسنا لهذا اليوم كان معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ورافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ معاذ القرعاوي تقبلوا تحياتنا في أمان الله